اشتركوا في القناة 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 ده بس يا ابني الشفا مش حي في يوم وليلة أنا بقى لي أكتر من ثلاث سنين بدأ لك وما فيش فن ده الصبر يا سيف يا ابني ربنا بيخطيب الإيمانك يا ما ناس كانوا زيات يا ابني وخلفوا بس واضح إن أنا هكومش بالنعم ليه بس يا ابني حلت صعبة أيامي واحد في الألف مين اللي قالت تلم ده بس؟ الدكتور أكد لي أكثر مرة يعني هو قالك مفيش أمل يبقى لها الصريحة بس كان باين عليها لا حول ولا قوة إلا بالله تشوف تيها أم الخيمة اللي بليك فيها تشوف تيها اللي قابل جا متاعيني ملقاتك جا متاعيني لأطفقر يا عيني مالك يا عباد؟ الله ما أنا عارف الناس جرالها إيه وإيه الجاشع اللي ملق لوبهم ده خير يا أخويا إيه اللي جار أقولي؟ الراجل أمين جارنا ده هو طالب مني تلات تلاف جنيه عشان يعمل لي خدمة ويطلع لي الترخيص بضعة دورة المية اللي أعملها في الدكان عندي يا نهار أبيض ده دورة المية مش هتتكلف المبلغ ده كله يقوم الترخيص يبقى غالي قوي كده؟ مش الترخيص اللي غالي وانت السادق ده الإكرامية اللي غالي إكرامية؟ لا ما تقوليش؟ هو عم أمين بياخد رشوة؟ أه بياخد بس ده بيصال؟ ما أنا قلت له؟ اللي دي نقرأ ودي نقرأ وبيقبل المال الحرام على عياله؟ أنا يا جات عليه؟ من كله بيأكل؟ وإنت يا أخويا هتوافقه على كده؟ أنا مال أنا أهم حاجة عندي إنه رأي الجيرة ويحمل لي خاص هو ده كل اللي يهمك يا راجل؟ أيه هو ده كل اللي يهمني مصلحة إياك شيئه لحد يعني أنت هتتفاعله وتشجاهه على أكل الحرام؟ أيه مياكل المهمة مصلحة يا لهوي بس ده كده أنت هتبوزه على الناس؟ هو بايز أصلي والناس الأخرين بايزين خيلة وبقى داني عن أنا اللي هصلح هيكون كله؟ بس مش ده المهم؟ المهم واللي حزز في نفسي التلت تلت كده إيه إلا أنا هتفعهم؟ طب ما تشوف يا أخويا حد تاني كده ياخد منك أقل؟ ما ينفعش يا فالح كان ينفع قبل ما كلمه إنما دلوقتي خلاص هو أخذ خبر بالموضوع ولو شام خبر بأن أنا لفت من وراء عشان أخلص العكادي هيعقر بالي ويوقف المصلحة يا لهوي ده وحش قوي كده ليه؟ طب بقولك إيه؟ ما تسيبك خالص من موضوع الحمام ده يا أخويا مادام هتصرف فيه تكاليف جامده قوي كده؟ هسيبني من موضوع الحمام إزاي أو ليه؟ ودي مش فأب؟ ما أنت عارفة إن أنا عند السكر وكل شوية باتحصر ولما تحصر لازم أفك نفسي ومش معقول كل شوية راح قفل الدكان وطالح على هنا أو راح أمام الأهل موسيقى ما صرف متعليك يا نانسي؟ ما عقول؟ ما عقول قلبه ينجسر كده يا فرحة؟ وعريسة يموت؟ كان مغبّلنا فيه إن ده بس؟ كان مغبّلنا فيه؟ ما فجأة ما كانتش عالبين؟ ولا خاطر؟ بس بقى اللي إنتوا عاملينه ده؟ وبعدين إنتوا لبسين أسود ليه؟ بتلبسوا السوديو مفرحي؟ ده كلام يا أمام؟ تفضلي بقى أكلمي جوش وفيه فيه فهنا لغاية أما ألبس؟ ترجم لاذ؟ من جميت يومينة؟ من جميت يومين�� جوش؟ لا هاني! لا هاني! ده ايه القرف ده؟ انت يا هانم! يا منال هانم! في ايه شمالك! مش عرضه حط ميكاب من قصتك العالي يا حبيبي! ميكاب؟ فين القمس اللبني بتاعي يا بخط الفايع ده فين؟ ما عرفش اكيد هتلاقيه عندك يعني! دورت عاليه في كل حتة ومش لقيه! يبقى اكيد في الغسيل يعني! او في الغسيل! ماي ما تربس حاجة تانية يعني! تمحلتكش غيره؟ يا ستة بقى لي شهر ما شفتوش! وحشني! الرب تنسى شكله! خلتيني قندم على الحاجة اللي بتروح الغسيل! ما بقيتش مقامن لو راحت انها ترجع تاني! يبقى اكيد مفيش غيره! هو الرب بتاع الغسيل! هو اللي بيسرق الحاجة! استغفر الله العظيم يا رب! اتأكد الأول قبل ما ترمي التهم على الناس! ما نبقاش منعكشين ومبهدلين ومهرجلين! ونتهم الناس بالزور! فيه شهن! ما عرفش بقى بقى سر الشغالة! يا هنية! هنية! هنية مش هنا راحت تجيب لي الباية من السوبر ماركت! لما تبقى ترجع بقى اسأله! دي هيشة بقى التقرف! فاهماني؟ وبعدين ايه قمت الهدوم دي؟ ايه قمت الهدوم دي؟ اه؟ انا حاسس ان انا في سوء العبور! والله حاسس ان انا في سوء العبور! ايش حال ما كنت اجيبلك شغالة! ها؟ دي بتاخد تلت مرتبة وانتي بتاخد التلت تانين! وانا باخد صابونة! انا قلتلك متألف مرة! هنية شغالة فشلة! وانت بتقعط ده اللحة! وقف صفها دايما! اشرب بقى! والله! وانت بتعملي ايه بقى يا ستة هانم؟ زوجة وستة بيت؟ ولا ما اروح هستند حطينا جنبينا؟ عيب كده يا هشام على فكرة! عيب كده على فكرة يا هشام؟ عيب عليك انت! مش عيب علي! هرام عليك الكركبة دي! ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ايه اللي انت معايشاني فيه ده؟ ايه ده؟ وبعدين كل الكركبة دي! وعندنا شغالة! امان لو مفيش! ده احنا كلنا عفلنا! ده راحتنا قد طلعت للجران! ده اللي عادي قدام باب بيتنا يشم الريحة يغم عليه! وانشغل المستشفى اللي جنبينا! مش فاهميك يعني انت شايفني معفنا ولا حاجة؟ لا! العفو! انا قاسف جدا! انا قاسف العفو ده حضرتك انضف من الصيني! مش شايفة؟ مش شايفة الشياكة؟ شايفة الجمال؟ شايفة البيت متساوي ازاي؟ شايفة الهنة اللي انا فيه؟ دي حاجة تهدي الاعصاب جدا! بصي انا اعصاب يا هادية موت! موت! والله يا حبيبي بقى انت يوم ما اتجوزتني كنت هانم في بيت بابايا! اوكي؟ وبعدين انا حبضل كده على طول! سواء يعجبك او ما يعجبكش! وعلى رأي المثل! ابوي يا رباني! وجوزي هناني! ولا انت عندك رأي تاني؟ صبرني يا رب على ما بلاني! عايز افهم ايه الموضوع بالظبط! انا جاي من بنسويف على مالا وشي! من ساعة ما بلغتوني بالخبر! بدل ما تعملوا اكليلوا! وتزفوا لعرزته! هتصلي جانس يا ابونا! هتزفوا عريز للسامة يا ابونا! اهد يا سيسيل مش كده! وما البنتك تعمل ايه؟ الصدمة جديدة او يا ابونا عليها! وعلينا! دي لابسة فستان الفرح! مش مصدق اللي جو مال! ده رب فعل طبيعي للصدمة الشديدة! ما تنسوش انه كان اول راجل في حياته! ومن صغرهم بينه ومجل بعض حب كبير! ده كانوا ربيها على ايده! الصدمة جاملة يا ابونا! يا تروع فيها! بتنكر موته! بتنكر موته يا ابونا! ما تقلقوش! وخلوا عندكو ثقة فربنا! والنبي داود بيقول على لسان الرب! لست تفهم الان ما انا فاعل! ولكنك ستفهم فيما بعد! هيا فين! خدوني لي! انا كنت هزعل قوي لو ما كنتش جيت يا ابونا! ما جيش ازاي! ده اسعد يوم في حياتي! ولازم اكون حاضر معاك يا بنتي! شفت! 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 شفت فستاني حلو ازاي! حلو قوي! حلو قوي! وزي القمر! تعالي بقى اصليلك! واباركك! طيب بقى! طيب استنى بقى لما وحط الطرح! مش عارف ألبسها لوحدي! وهم كلهم سايبيني النهار ده مش عارفة ليه! سيبي الطرحة وتعالي! تعالي عاوزك! هو انت محتاجة طرحة! ده انت زي القمر! وكفاية انك مبسوطة! مبسوطة? اه! ده انا مبسوطة قوي! اصل جوي بونا! مش مجرد راجل انا بحب! ده حب عمري كله! عارف! عارف يا بنتي! ودلوقتي بقى! اسمحيلي قدهنك بزيت الست العدرة! عشان ربنا يباركك! وعايزك في الايام اللي جاية ترمي نفسك في حضن الكنيسة! لانك مش هتلاقي راحة في الحياة اللي عند ربنا! كلمك بيرايحلي عويكم! الله يبارك للجابة دي وأسيبك بقى دلوقتي علشان تجهز نفسك لا ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا ابونا خليك معاي حاضر أنا معاك معاك فيه يا حشام مالك مفيش حاجة يا بابا ليه يا حشام ما تقول له أنكل فيه ايه خليه يحكم بيننا اهدوا شوية يا أولاد مش كده مفيش حاجة يا بابا الحكاية كلها أن احنا محترين في تعليم هاي دي مش عارفين دخلقني مدرسة مدرسة أمريكان طبعا هي بنت أي حد دي بنت هشام مذكور يا بنتي بطلن أنعارك كدابة اللي انت فيها دي ايه يعني هشام مذكور مجرد فرض عايش في مجتمع يعني عادي يعني ما تبطل بقى تستقل بنفسك كده أنا مش مستقل بنفسي ولا حاجة أنا عارف وضع ايه ومركزي ايه كويس قوي بس في النهاية رحت ولا جيت حتة موظف حكومة يعني مرتبي محدود قد كده هو مش فاهمة قصدك يا عايش دخلها مدرس حكومة ولا ايه ما تقول حاجة يا أنكل والله يا بنتنا شاف أن العملية التعليمية عازة نسف من أساسها المنظومة غلط يا بنتي بس مدرسة الأمريكا مختلفة خالص لأن هما بيعلموا الطفل إزاي يحبوا المدرسة أكتر من البيت عشان ينتميلها ويحب يتعلم فيها تصور يا أنكل أن هما عمين حمامات سباحة وتركلي الخيل في المدرسة ويا طرى بقى المدارس دي بتحافظ دولادنا على هويتهم هو يعني مدرسة الحكومية هاي اللي بتحافظ لهم على هويتهم يعني كده ولا كده الهوية ضايعة لا طبعا على قل المدارس دي بتديهم نهج متطورة بتخلي عندهم لغة لايف ستايل مختلف مش موجود في أي حتة ده غير أنه هما لما بيكبروا الشركات هاي اللي بتجري عليهم بس مش لما يبقى معانا الفلوس اللي ندفعها لهم يا بابا ده بياخدوا في السنة الواحدة ستين ألف جنيه يا جيبهم هو أنت ملياردير يا حج ياه ده مبلغ كبير قوي اه تساروة يا عشان أنت كل قرشة هتحطه في بنتك النهار ده حتشوفه فيها كل شوية أنا رأي أنكوا تحوشوا لها الفلوس دي لغاية ما تكبر ولما تبقى تكبر تبقى تاخد الفلوس وتعمل بيها مشروع كبير اهو شوفتي؟ لعمل صح طبعا اللي بدل ما نشلهها الفلوس اللي بتقل قيمتها مع الوقت نستثمرها فيها وفي تعليمها يا جماعة صدقوني التعليم ده بقى استثمار كويس جدا وخصوصا في المجتمعات اللي زيها عندنا يا ستة ما قلناش حاجة طيب ماشي هندفع مصاريف السنة منين ولو قدرت أضبط السنة المراضي طب من السنة جاي ممكن ما أقدرش بقولك أنا مرتبة قد كده ده غير أن البنت ممكن يحصل لها مشاكل نفسية وأكيد هتحس إنها أقل من زميلاتها وده طبعا حيأثر عليها ها وتبكي وتنهار ويجي لها نير عصبي وتبقى مريضة وتبقى أنت السبب طبعا ده بيتهيق لك لانت حتى الأمريكان أكس انت عندك زي الزفت وعمرها ما حتتصلح لأنك تربيت وتعلمت ده بغير أن المناهج الدراسية بتاعتها مناهج قديمة جدا ما فياش أمريكان إدوكيشن اللي قلتلكوا عليه يا دي الأمريكان اللي عملك هس هس في نفوقك فوقي بقى بابي أنا عايزة آيس كريم آيس كريم يا حبيبتي آيس كريم إيه بس أنت عندك بلد وكمان سنانك بتوجعك صح؟ ها بصي أول ما تخفي هجيبلك آيس كريم كبير قد كده هول ماشي؟ ونبي يا بابا وحيط هايدي بس هاكله مرة واحدة مرة واحدة؟ ها بخ منك إنتي أمعرفش هتفضلك طلب تعالي يا بيت هنا تعالي يا بيت هنا تعالي تعالي يا مغلباني تعالي هنا السلام عليكم شايف يا أنكل؟ أو طول الوقت نعمالي دلع فيها كده ما خليه مش عارفة ربيها خالص شوف يا ملال يا بنتي هشام ابني حناين قوي ويا ريتك تاخدي من حنيته شوية ده ابني أنا من ربيه وعارفه وبكلمة حلوة هتاخدي عنيلي اتنين من جوا ما خليه مرزوه ده بقى تاخر كده ده إن شاء الله زمانه جاي يا أخويا وبعدين الغيب حتجته معي ها أقولك إيه؟ أنا مش هو تفاعل ليه بس؟ ليه بس؟ أنت مش شايفات تاخر بقى لو وديه؟ بعدين اللي ما يحترمش معايده ما يحترمش الناس ودي حاجة تعلقنا أنا قوي بقى طب استنى لما تشوفه ومش يمكن يعجبك إن شاء الله يعجبك إن شاء الله يطلع كويس وأنا أكره لك الخير يعني لا إن شاء الله والله حيعجبك وهو كويس تحبيها بيت؟ أنا؟ لا طبعا هو هنا بتاعت الحاجات دي أعلى أنا أجبتك ده أنا خبزك وعجنك منو أنت قد كده منو أنت في اللفة بص يعني هو يعني في حاجات كده ما بيننا زي ما تقول كده استلطاف بس من بعيد لبعيد وش شافك فين بقى الودة؟ في خناقة خناقة؟ أه إزاي يعني؟ قامت خناقة في محل القمش اللي أنا شغالة فيه وهو جاي حقق ويمقق في الموضوع في الموضوع برضو ماشي خليها في الموضوع السلام عليكم عليكم السلام تأخرت لي يا مرزوق وكنت فين؟ لم أغزة جات لي مأمورية مفاجأة كده هي اللي أخرتني والله عليش حصر خير سمعت بقى أنك عايز تقدم لأختي بطة الكلام ده صح ولا مش صح وش كده؟ طب يا عم بس نقعد ونشرب حاجة كده إيه ده؟ طب تشرب سجارة؟ لا 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 كنت كنت بشرب صح ولا مش صح الموضوع ده؟ أه هو صح ومصح نعم يعني إيه مرزوق؟ لا يا جماعة أنا قصدي إن أنا يعني عايز أخطب الأول وبعدين تجوز ده إن شاء الله قدام شوية يعني طب ما منطقي جدا إنك تخطب وبعدها تتجوز معلش يا آدم أنا بس أحب حدي دي الحدود قبل أي حاجة ده جواز يا صاحبي مش أي كلام وبعدين دي حرمة بيت ولازم نحافظ عليها وبصراحة أنا معنديش شقة وعيش في هات وقت يعني كده لحد محوش تمانها ودور عليها ولا إيها تحوش وتدور بتاعتباختي عجزت وكبرت وشها شقة لا إن شاء الله خير إن شاء الله ربنا عطرني فيها ولا إيها بسرعة وبعدين زي ما أنت شايف أنا أمين شرطة وبدرس في كلية الحقوق وإن شاء الله فضلس أنا وأتخرج وأبقى زبط قد الدنيا ده أنت مطحون زي أنا بقى عم مرزوق وهو مين مش مطحون في البلد دي يا آدم معاك حق وإنت عايش مع مين بقى على كده معمي أنا أخها على أربع بنات بس الحمد لله كلهم اتجوزوا يعني ومش فضل غيري تاهت والإناها عايش مع عمك يبقى تتجوزوا في شقة الوالدة لا أنا عايزة شقة الوحدي جرية بطة انت عايزة الشقة ولا مرزوق شقة طبعا عين العق جرية بطة حاجة طانية أه أقول لك يا عم عبيد متفكك يا أخويا من حكاية تصوير المستعدات دي وتيجي تشاركتي هشاركك هشاركك فيها زغلوم أنا أقولك تضم محلك على بحل الملابس بتاعنا وربنا يكرمنا ونوسع المجال أيوة بس أنا الصراحة يعني ما بفهمش في شوانة الملابس بتاعتكو دي أنا ومين بيقفهم يا حبيبي أنا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس شوف يا عبيد أخويا مدام الرزق حلال ربنا بيبارك بنصر الناس ربنا بيكرم أيوة بس الصراحة يعني أنا يعني زي ما طول كده ما معايش فلوس يعني شاركك بيها ما تشلسي هام اعتبر نصيبك في الشركة مهرة أنا بنتي أنا بنتي أيوة يا عم يا بيت مهراها مهراها من مي من ابني الديسي زغلولي الديسي 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 تجوز أنا الي أمامة دي تجوز الديسي ما له يا عبيد واد مجدع وكسيم وبيحتكم على مشروع قدي كده واد مارش شوف يا حبيبي عايزك تروح تفكر وتشاول بعدين ترد علي أيوة يا عم زغلولي يعني ما تأخذنيش يعني أنا نسبتي حتبقى النص بالنص نص بالنص يا عمونا شوف محلك وشوف محلينا لا بصراحة بقى انت لوي على الطمع نو يا عم لا طمع ولا حاج صحيح انتو محلوكو أكبر بس أنا برضو المحل بتاع مرزق عتبت مرزق وكفية انه هوه بحر بحري طب احنا عاملين حزابنا نركب إير كومبيشن مامي سيبك من إير كومبيشن والحاجة اللي انت عملت قولها دي أنا نسبتي حتبقى كامل أنا أقول لك يا عبيدة أخوين عشان انت حبيبي هديك 10% 10%؟ 10%؟ دي ايه متهنة؟ ليه؟ انت عاملها بالوزن؟ بصراحة بقى أكتر من كده تبقى وقف بخسارة علي يا عم ما هذا أقول لك على حغل إحنا هنخليها 30% لا 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 يا حبيبي ده كتير قاوي كده توقف بخسارة علي يا عمو هو انت بتشترق ماش ولا بتنصل شاكيتها شوف خليهم 25% والنبي ما انتهي الحاجة وتقول مبروه وحتجردني والعلم ما كان موزن لو شاركتني شوف الخير اللي هيجيلك وبعدين يا جور أنا حاسة ان بنتي بتضيع مني الدكتور ما قالكش حالتها دي هتفضل قد إيه كده؟ قال لي لازم نهودها ونخدها على قد على قلها لحد حالتها ما تهدأ وتمر بسلام لغاية إمتى؟ دكتور ما قالش المهم ما فيش داعي نضايقها كفاية اللي هي فيها جيبي العوائم سليم يا رب على فين يا بنتي؟ ها؟ ما معرفش يا بابا أنا بتكلم جوه على التليفون مش بيرد قلقني قلت أروح أشوفه فين ده؟ هتطوري عليه فين يا ناسي في الشقة؟ ما هو قال لي مبارح أنه هو هياخد حد من العمال وهيروحه ويزبطه حاجة هناك؟ وأكيد طبعا ساي موبايل وسايلنت وما بيردش كالعادة طب الثانية أما ألبس وأجي معاك لا يا بابا أنا هروح وأجي بسرعة هتسيب بنتي كده جر دكتور قال لازم نسيبها على راحتها ما نعندهاش عشان حالتها ما تسوقش أكتر هو فيه أسوأ من كده؟ أستر يا رب أنا خايفة بنجي تعمل حاجة في نفسها ما تخفيش هي هتروح تدور عليه مش هتلاقيه هترجع تاني ويفرت سألت حد وقالولها أنه مات بنتي هتنتعر يا جورج معاك يا حقا أنا حلبس بسرعة وامش وراها ورا إبقى من بعيد الحقا الحقا لا دوا من حاجة بنفسها جيب العواقب سريمة يا رب والله العظيم خلصت وجاية في الطريق خلاص أنا في السوبر ماركت اللي قدام الجامعة بجيب حاجة كلها عشان هموت من الجوا يلا بقى فيلي بلاش ملل ماشي يا غيلفة مش هتأخر يا معالي أنا في الجامعة طب بقولك إيه اسبقوني أنتوا بقى على البيت يا إيش أنت بقاش بارت بقى يلا اسبقوني بقولك إيه بقى يقولك إيه إيه فيك كلمة بتانية كلمة بتانية وانت هنا داننيفش أزنوقك الزنق دي من زمان تعالي لي يا بطفة لو صبحت عايز نص كيلو وجيبنا رومي وربع زيتون كلامات هاي إزايك على فكرة أنا أزميلك في الدفع أنت مش فاكراني أقول إيه لا مش فاقدة بالي إزاي يعني العربات الإسبور اللي قلبك الجامعة دي كلها مش شفتهاش خالص شفت العربيات بس ما همنيش عارف مين صاحبهم آه أنا بقى يسدت صاحبهم وجاتلك الفرصة أنك التعرف علي كريم كريم أبو المكارم على فكرة أنا كنت حابب يعني أسجل إعجابي الشديد بتفاصيلك بتفاصيلك؟ بقى تفاصيلك؟ يعني لبسك، ستايلك، راحي ببارفانك، كل دي سمع تفاصيل وإنت بقى يا ظريف فاكر نفسك كده بتعاكس؟ عاكس؟ إيه الجو القديم ده؟ وإيه الجو الجديد بقى؟ أنا مع الشباب اللي بيخلص؟ بتخلص إيه بالزبط؟ ما تيجي ونسميه مليجي بقى؟ نعم إيه في إيه؟ طب يلا ونسميه عبدال آه إنت قليل الأدب بس لذيذ طب يا لذيذ، لو ممشتش من قدامي دلوقتي حالا همسح بكرامتك الأرض طب خلاص خلاص، هشوفيك وقت تاني تيبقى هادية بكس إيه السماجة دي؟ تساعديني بلا ببابتي جدا يا مساء الورد والفل والأظهار على أحلى قوم في الدولة يا حبيبي، مساء الفل يا حبيبي إفراح يا صابرة خير، بشرني يا وش الساعد بنتك المفعوصة كبرت وعدالها جالها تتكلم جد هو الله يا ما انت كريم يا رب وده مين ده بقى إن شاء الله؟ ده شغال أمين شرطة وبيدرس في حقوق الله، وده عرفتم من إيه؟ في خناقة إيه؟ خناقة؟ كان بيحقق ويمقق حقق ويمقق بس مققق صح ربنا يفراحك يا بنتي يعني انت شايف يا آدم إن هو طيب وبيخاف ربنا وهيخاف على أختك؟ بصراحة لا إيه؟ لا يا أنا باهزر معك لا الوقت شاكله جدعي وبنحلال انت بس بشار يا بويا والبقى على ربنا أحمدك وأشكر فضلك يا رب ربنا يتممك على خير قادر يا كريم يا رب يا ما انت كريم يا رب سامح الفعل يا أمو أنا عشان تعرفي الخيل على دوم الوردين اتخرت لي يا روك كنت بعمل صفقة العمر صفقة ايه دي جواز أنا بنتك جواز أنا هي هنا بيعها وشروة عشان تعمل بيها صفقة لا بيعها ولا شروة يا أختي خاطبها طلبها وانا وفقت من حس المبدأ خطبتها المين لا أليس يا بالسهل كده دي برضو هانا وهانا تتقل بالده ما قلت ليش مين العريس الديسي يا لهوي الديسي الديسي ابن زغلول الديسي هي أختي الديسي ابن زغلول الديسي هو بعين يا لهوي ده طور ده مهزاية الحتة وغبي من يومه هيو يا أختي بس مقرش وقرشه بقى يخلي غباوته زكا وبعدين حيشاركني نفتح المحلنا على بعض وبقى شريكو بالربع وانسيبنا بقى من حكاية تصوير المستندات وبعي الأرواح والملبس للعيال والحاجات اللي ما بيجيبش أمها دي يعني انت شايف كده يعني؟ أمه ليه؟ خلينا بقى نكسب بالكينيات سيبك بقى من القروش والشلنات والكلام الفرق دي طيب بس أنا مش عارفة بنتك هتوافق علي ولا إيه؟ ده البت ما بتقهوش مهو ده دورك بقى يا أموان عايزك بقى تديني دماغها إن شاء الله حتى تسقهولها بالمعلقة ترجمة نانسي قنقر